أوروبا تطالب لبنان بالتحقيق حول رياض سالمي تحت هذا العنوان أعلنت صحيفة الأخبار المحسوبة على حزب الله أن لبنان تبلغ رسميا طلبا من جهات في الاتحاد الأوروبي وسويسرا للحصول على مساعدة قضائية في تحقيق حول تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان ليرد سالمي ببيان مؤكدا التزامه بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء لكنه ضحض الإدعاءات عن التحويلات المالية محذرا كل من ساهم بفبركتها ونشرها بقصد التماد في الإساءة من الملاحقة القانونية هناك أيضا دعاوة أخرى مماثلة أقيمت ضد أصحاب أو رؤساء مجلس إدارة المصارف وقد تقدموا بهذه الدعاوة وربحت هذه الدعاوة وسددوا أصحاب المصارف للمودعين حقوقهم منذ انتفاضة تشرين في لبنان وتحت الشعار كل يعني كل ورياض سالمي لم يسلم من المطالبة بمحاسبته فالمودعون خسروا أموالهم والليرة اللبنانية فقدت قيمتها لكن لا يخفي متابعون أن حربا إعلامية شرسة شهدتها الساحة اللبنانية رغب خلالها حزب الله بإقالة رياض سالمي خاصة بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت على حزب الله أمر سيء لسمعة المصرف وبالتالي سيكون التدعيات ضرب الثقة بالقطاع المصرفي وهذه الثقة هي أكثر ما نحن بحاجة له اليوم لذلك نرى أن الصراع السياسي صار يروح لأبعاد غير مقبولة على الصعيد الاقتصادي وكانت وزيرة العادل ماري كلود ناجم قد أعلنت أنها تسلمت طلب تعاون قضائي من سويسرا وأسلمت الطلب إلى النائب العام التميزي لإجراء المقتضى غنوية تيم الحداث بيروت